ما يقارب ملياري ومئتي مليون دولار سنويا تكلفة يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء جرائم الرشوة وفق دراسة أصدرها الصندوق الدولي في عام 2017 أظهر من خلالها حجم تفشي هذه الظاهرة وتأذيرها الشديد على مقدرات البلد أشارت دراسات عديدة لعل من أهمها تلك التي صدرت عن صندوق النقد الدولي للعام المنصرف إلا أن جرائم الرشوة تكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب مليارين ومائتي مليون دولار سنويا بما يعادل 2% من الناتج المحلي السنوي للبلاد هذه الجريمة هي الأكثر شيوعا وأكثر شعبية حتى على مستويات مكافحة الفساد فإن كان هناك في مكافحة فساد إذن هناك في رشوة وهذه الجريمة تتطور بتطور المكافحة إقرار قانون حظر تضارب المصالح إلى جانب اختراحات أخرى قيد الدراسة أبرزها عدم استغلال الوظيفة العامة والرشوة في الغطاء الخاصة دليل على الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأمة في الحد من أوجه الغصور التشريعية للتصدي لهذه الجريمة وملحقاتها منجلس الأمة أقر مؤخرا في شهر 3 الماضي 2018 قانون تعارض أو حظر تعارض المصالح أو حظر تضارب المصالح وهذه من القوانين المهمة التي تطلبتها اتفاقية الأمة المتحدة لمكافحة الفساد للكويت وقعت عليه في 2016 وهناك الحقيقة مخترح آخر يتحرك كذلك بالرشوة بشكل مباشر في القطاع الخاص فإذا قانون تعارض المصالح يغلب عليه في القطاع الحكومي وفي مؤسسات الدولة والموظف العام نحن كذلك نحاول نعالج هذه الجزئة طبعا هذا ما زال عيد النقاش 11 غضية إلى جانب 39 متهما في العامة إحصائية صادرة من وزارة العدلة تبين متوسط أعداد جريمة الرشوة واستغلال النفوذ في الفترة من 2005 إلى 2016 لتلفزيون مجلس عبدالله العنزي